السلام عليكم. اهلا بكم. الفيديو اللي هعمله معاكم النهاردة. اه فيديو اجيد محتاجين لي احنا محتاجين له كلنا في الوقت في الشهر ده بالذات. اه في بداية شهرة الاتة واواخر شهر اتنين كده. اه عشان وجود الطوم الطازة اللي موجود في السوق. فكلنا بنستغلق فترة وجوده بقى بكترة وهو لسه موجود طريق. عشان نخزنه اه في مفروم وجاهز. بس عايزين نهاردة نتكلم ان احنا هنخزنه بطريقة جميلة جدا. اه هتريحك طول السنة. وفي نفس الوقت هتبقى طريقة صحية. اه يعني صحية تم جدا جدا. اه وفي نفس الوقت طريقة تستعماله سهل قوي لما بتيجي تخرجيه من الفريزر. يعني الطريقة اللي هقولك عليها النهاردة. اه بتطلعين من الفريزر كأنك لسه فرماه بالشكل ده. يعني ايه يعني ما بقاش متجمد وناشف ومستنية لما يفوق. يعني لو خزنتيه خمس ستة وشهور سنة ايا كان الوقت. فانت بتطلعيه من الفريزر كأنك لسه اه فرماه مش متماسك ابدا. يعني اقولك ازاي بتخليه اه مفكك كده يعني مش مش متجمد رغم انه هو في الفريزر. وطبعا اقولك ان اه اأمن طريقة لتستعمال التوم المفروم انه هو لازم يبقى في الفريزر ونطلعه نطلع ناخد منه اللي احنا عايزينه ونقفل العلبة وندخله تاني الفريزر. لانه مش هيتجمد ابدا. ماينفعش انا افرم اي كمية واحطها على رف التلاجة واستعمل منها اسبوع اسبوعين او شهر. ده غلط جدا. ده من حاجات اللي هي اه مده من الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. يعني تجيب علبة او اي حاجة وتملاها وتقول ده هستعملها في خلال الاسبوع او في شهر او اي حاجة وتخليها على رف التلاج. ده مش حفظ التوم السليم. اه كمان في حاجة تانية اه اه الناس بتحط زيت على التوم. التوم اساسا فيه زيت التوم. يعني هو مش محتاج زيت. ده اول حاجة. تاني حاجة وجود الزيت اللي احنا بنضيفه. زيت الاكل او ايا كان نوع الزيت. الزيت ده 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 ما بيتعرض للرطوبة في التلاجة او الفريزر. اه بيتحعمل بيحصل له عملية اكسادة. اكسادة الزيوت او حاجة اسمها تزنخ الزيوت. فدي يعني معناها بدأ الزيت اللي موجود جوه اللي انت اضافتي ده. الزيت الاضافي هو اه حصل له الاكسادة او التزنخ ده. اصبح ايه ضر جدا بالصحة من الحاجات لقدر الله اللي بتجيب سرطانات وحاجات وحشة. ده اه الحاجات اللي ايه يعني الملحوظة اللي انا كنت عاوز اقول هالك في تخزين التون. لدي في زيت. وهقولك الاضافة اللي هي هنحطها واللي مسموح بيها. واللي بتحافز على اه التون بتاعك اه مفرول كده ومفكك. مش متجمد مهما كانت مدة تخزينه. وكمان هيحتفظ برخته كاملة وكأنك لسه فرم. بعدين احنا فرمينه ايه فرم ايه قطع كده. يعني مش عاملينه زي المعجون بحيس انه هو متعرفيش كميته. يعني لو فرمتيز انا مش هفرمه في الكبه بتاعة اللحم ولا حاجة لان في ناس بتفرمه في الكبه بتاعة اللحم. الفرم ده بيخليه نازل زي المعجون. فالكمية اه اللي بتيجي تاخديها لو انت محتاجة معلقته واخدتها كده وهي مفرومة نعمة زي المعجون. بالزبط كده كأنك اخدتي معلقتين واكتر. فبالشكل ده ايه بيمرر الاكل. فيش متعرفي الكمية بتاعته. لكن احنا هنعمله مفروم كدع بالشكل ده عشان لما توب. عايزة نص معلقة يبقى عارفة نص معلقة. عايزة معلقة تبقى واضحة قدامك المعلقة. طيب عشان كمية التوم الزيادة تمرر الاكل وتخليه كده طعم ومش حالو. اه لكن في الفترة اللي احنا موجودين فيها فترة التوم اللي موجودة دلوقتي في الاسواق. اه بننصح يعني اه كل الناس انها لازم تستعمل التوم التازة. سواء اللي انت فرما ده اه اه او او اللي انت جايبها من السوق يعني بتفصصي وتعمليه. فا اه ليه عشان مش عايزين بقى نجيب ايه اه ما نستعملش قصدي يعني يعني ناخد من التوم ده اللي احنا فرمينه ما هو طازة. لكن انا بتكلم على التوم البودر. التوم البودر اللي بنشتري من المحلات نبعد عنه شوية في الفترة دي على الاقل نستغل فترة وجود التوم. ليه? لان احنا عارفين فوايد التوم كتيرة جدا جدا جدا. ودي حاجة نعمة يعني ان احنا اه اه التوم اللي بوصل في مصر كتير. فا اه على الاقل يعني في الفترة الحالية احنا التوم معروف فوايد وانا اتكلمت عليها كتير ومش اتكلم عليها تاني. لكن انا بفكركم انها يكفي ان هو مضاد للفتريات ومقوي للجهاز المناعي. فيكفي الحكاية يعني السبابين دول في الفترة الحالية اللي احنا فيها. انتوا عارفين يعني انتشار الامراض بقى وربنا عارفينها الجميع يعني يا رب. ومعدين اسفة مسلا على هالصوتي لان هو اه تعبان شوية. يعني معالش يعني يستحملوني شوية. اه فانا بقول له يعني الحكاية دي ان احنا لازم نستغل لفترة وجود التوم ونستعمله طازة في اكلنا. سواء اللي انت فرما كده او ايه اللي بتشتريه وتفصصيه ايه يعني. فنبعد شوية عن التوم البودر اللي بنشتريه من محلات. اه ده بقى اللي انا جبت راس اه بقول لكم الطريقة اللي انا عملتها. ده كيلو توم على فكرة ولسه فيه شوية هنا في الكابة هورهم لكم دلوقتي. اه ده كيلو انا جبت جبت الراس طبعا زي منتوا عارفين راس التوم. اخدت الجزء الاخضر قطعت الواحد اللي هو ده. ونضفت القشرة الفقانية لان التوم طبعا مش هيتغسل. فانا شلت القشرة المتوسخة اللي براه وقطعت الايه اللي هو العرق بتاع الراس ده. جزء منها يعني. اللي هو الطريق. اه الجزء ده مش هنرميه. وهو فيه فواد كتير جدا لان الجزء الاخضر اللي هو بيقول عليه العرش بتاعي التوم يعني. ده هو الغزء بتاع الفصوص التوم. يعني هو ده هو ده. بس ده لونه اخضر وده لونه الابيض اللي هو تحول الفصوص. يعني الفصوص بتتغزم الجزء الاخضر. فاحنا اخدنا الجزء الاخضر فاصلناه لوحده. عشان ايه نعمل انفرومه ونخليه للاسماك وللحاجات المشوية وكلام دهوت. تبقى ريحته جميلة جدا ومفيد جدا بنفس الفايدة بتاعة التوم الابيض. فانا اخدت الجزء بتاع اللي هو الراس البيضة دي. الفصوص البيضة. شلت الاشور اللي عليها الخفيفة دي. فصلتها برضو هوريلكم لاشر الخفيفة. خدت الجزء اللي فيه الفصوص. اقطعته قطعة ومحطته في الكبة بتاعتي. وهفرمه دلوقتي قدامكم. كبة البصل والتوم يعني انا مش هفرم في مفرمت اللحمة عشان ايه عايزها قطع بالشكل ده. معلش يستحملوا الرغي بتاعي شوائية. ايه بس انا قلت فرصة عشان كلنا نستفيد في الفترة دية ونعمل التوم بتاعنا صحي. يا اما بعد ما بفرمه بالشكل ده احطه في علبة زي دي بلاستيك ولما بطلع باخد من معل. او احطه في علبة صغيرة زي دي انا بحتفظ بالحاجات الصغيرة دي واطلع منها واستعمل. وزي ما قلت لكم برضو مهما كانت العلبة كبيرة او دايرة انا بحطه في الفريزر يعني هيا اخد من دي وادخلها تاني. اه دخلها تاني في الفريزر. طيب ايه الحاجة بقى اللي بتخلي التوم بيفضل مفالفل بالشكل دوت? اللي هو اه الملح. ملح بس. يعني انا ده دلوقت ده كيلو توم. هحط عليه كده. ملح هوت. ملح الاكل عادي. حط عليه مثلا تلات معالق ملح. تلاتة اربعة مش هتفرق معنا. لان الملح اصلا اه مادة حفظة. يعني ملح والسكر من مواد الحفظة. فانا لما بحط ملح مع التوم بحافظ عليه اكتر. ولما كمان بدخله في الفريزر. مش بضيف عليه اي حاجة تانية خالص. مش بضيف عليه اي حاجة تانية خالص كده. يبقى دكير وحطيت عليه تلات معالق وص او ايه اربعة مش مش هتفرق كتير يعني. تقميل معلقة الاكل بتاعتنا دي. بعد كده يا اما احفظه بالشكل ده هنا وعطي او احط هنا في العبوات الصغيرة بتاعتي او في كياس نايلون زي ما انا عايز. يعني انا لو ما عنديش علب زي دي بجيب كياس نايلون وبحط فيها دي واخد كيس بكيس افتحها. بس بيبقى صعب طبعا في الاستعمال. او احطه في برطمونات بتاعة العسل بتاعة المربة اي حاجة. دس دايما وبحط عليه الملح. انا ما بطلعه بقى من الفريزر بلقى بالشكل ده. مثال في الكده. ليه حطيت ملح فقط ومش بحط زيت وزي ما قلتلكم. انا بقى هفرم قدامكم دلوقت شوية في الكبة عشان تشوفوا نفس المنظر ده. بس معلش استحملهم صوت الكبة شوية. زي ما انتم شايفين هوض بنفس الايه بنفس الحجم. انا مش عايزة انا عاموا اكتر من كده. لان هو لما هيتركن بينزل زيت ومنزل حاجات. وكمان زي ما قلتلكم عشان اعرف ايه الكمية بتاعتي لما باخدها بالمعلقة. وانت عايزة بنعمل اكتر من كده برحتك بس هو بالشكل ده بيبقى احلى وافيد. وما ببقاش يبقى اشوفي الكيلو عمل يعني واضح بحجمه. الكيلو كده واضح بحجمه عشان لما اجي استعمل. ده طريقة اللي هي الطريقة بتلملح وكده ودي هي اسلام طريقة والطريقة ايه الصحية. بعد كده ممكن ايه اه الاخضر ده. الجزء الاخضر. الجزء الاخضر ده برضو بناخده. وبنحطه في الكبه. يعني بناخد الجزء ده. ونحطه برضو زي ما عملنا ده. هنعمل ده. نفرم ده لوحده ونخليه اه للأسماك والحاجات المشوية اه اللي بتحتاجي التوم. فما بيفرش بقى فيها زكان هو ابيض او اخضر. اه ونفس الفايدة هنا. نفس الفايدة. اه نفس الفايدة هنا. فانا باخد الجزء ده. هحطه في الكبه برضو وافرمه واخليه للأسماك. وبرضو بحط عليه شوية توم. يعني الكبنية اللي قدامي ده ده كيلو توم اه اخضر. اه ودي الاجزاء الخضر اللي انا هفرمها عشان السمك. طيب انا الكيلو ده طلعت منه للطبيخ وللأكل. طلعت منه للأسماك. اه كمان في حاجة تاني ان انا هطلع منه. اه يعني انا بوريكم الفيديو كله في كيلو. عشان تعرفهم انا بطلع التوم البودر منه ازاي? بطلع التوم بتاع السمك ازاي? بتاع الاكل ازاي? وبنخزنه بصح ازاي? ونستفيد منه ويبقى سهل في الاستعمال. انا بعمل كمية بالشكل ده بخزنها. وطول ما التوم اقتضى موجود بصراحة انا ايه بفضل ان انا اجيب خصوصا في الشهور الاولى دي وهو لسه طري كده وبخيره. بفضل اجيب التوم واقشره واعمله عشان نستفيد من فوائده. وبخلي اللي انا بفرما ده لما ينتهي موسم التوم بقى ويختفي من السوق. استعمل ده كله لغاية اخر السنة يوعد معايا ايه كتير قوي يعني. ما شاء الله. بعد كده هقولك على حاجات تانية. يعني انا عملنا التوم الابيض اللي بتاع الاكل كده اه وهنا. وعملنا الاخضر بتاع الاسماك والحاجات دي. وجهزنا العلب بتاعتنا. طيب العايزة اعمل كمان اه توم بودر. انا هستفيد بالقشر. التوم البودر اه الناس بتاق يعني اه بتقولها تجيب خصوص توم وتفصصها وتقطعها والكلام ده هوت وتعمل منها توم بودر. لا انا استفيد بالفصوص اللي انا عملتها دي. اعمل منها التوم المفروم الحلو الجاهز ده. عايزة توم بودر بقى. التوم البودر بيتاخد من الاشور دي. احنا الاشور دي هتقولوا لا فيها فيها كل الفائدة اللي موجودة في التوم. يعني لان هي زي ما قلت لكم هي ده الغزاء بتاع راس التوم. باخد الاشور دي اللي انا انا قشرتها من راس التوم من فوق. لان انا بعد اقشر الراس لغاية ما تباني الفصوص. الجزء اللي انا قشرته بحتفز بيه. ارمل متوسح والحاجات دي كده. حتى شوفوا الحتة الجامدة بتاعة الراس دي. بقى بقشرها واجبها هان. فكل الحاجات دي اه مش برميها بقى مع العروق ناشفة ازي دي مش هينفع تتفرم هنا. فانا باخد بقى كل ده. بعمل في ايه? مش يعني فيه ناس بتاخده وتجففه في الفرن. اه وتحطه ولصاج وتفرده وتجففه ومش عارف ايه غاية ما ينشف قوي. وبعد كده تفرمه مع شوية اه برضو بنضيف عليه حاجة. جبتم البودر بنضيف عليه حاجة. بنجيب شوية من البقسمات. اه بنسخنهم شوية على النار عشان نشيله الرطوبة اللي فيهم. بعد ده ما يكون ده ناشف جدا. وخشب حطوه في الفرن ونشفوه. اه يفرموا ده في في الكابة الاول عشان يقل حجمه. بعد كده لو لقوا لسه خشن يتفرم شوية في الكابة بتاعة الخلط. عشان يبقى نعم اول. بعد كده بيضيف عليه. واحنا بنفرمه شوية من البقسمات. لكن انا دلوقتي ده مش هينفع ايه اعمل انا ما بعملش الطريقة دي. انا باخد الكيمية اللي هي اللي انا بطلعها النضيفة جدا. اللي هي كل الاوراق. ما بستعملش فصوص انا. انا الفصوص زي ما قلت لكم بعملها بالشكل ده. لكن التوم البودر عموما باخده الحاجات النضيفة والعروق اللي هي دي. باخدها. يعني ده ده مثلا ده عرق طريق ممكن احطه هنا وافرمه. اما العروق دي والاوراق القشر ده باخده بنشفه تكفيف هواء. مش مستعجلة عليه لان انا مش هحتاجه دلوقتي. انا باخده بحطه في ايه? في قماشة طل. اه عشان القماشة الطل بتاع الطرح بتاع العراز ده اللي انتوا عارفين يعني. القماشة الطل ده في اه فتحات زغيرة جدا بتبقى مهوية. فانا بربطها في قماشة طل كده سره وبحطها في مكان متهوي في جنب فركن في البلكونة اف اي حتة بعيد عن المطر وبعيد عن الشمس المباشر. بسيبه لما ينشف بقى براحته انا مش مستعجلة عليه ومش محتاجة طوب. بسيبه لما ينشف خالص وحس انه بقى زي القش اخده افرمه في اه الكبة بدون تسخين عشان تفضل في ريحة الطوب وتفضل كل فوائده لانك لو سخنديه في الفرن وكده كل الريحة اللي فيه طارت وما بقاش فيه ريحة الطوم. انت بنجيب الطوم بوضر ساعات بنحس ان هو عبارة عن شوات بقسمات ملهمش اي ايه لا طعم ولا ريحة مجرد كده حاجة بنرشة. لكن ده هنحطه في الهوى وينشف براحته قوي قوي. والاخر هيبقى عامل زي بقى ناشف كده زي يقشر البصل الناشف. فانا بكسره واحطه في الكبة اطحانه. بعد كده لقيته لسه خشن شوية. احطه في الكبة بتاعت الخلاط مع رشة بقسمات. وهو ده الطوم البوضر السليم. مية في المية الصح. فانا بجيب زي ما قلت لكم هيأت. وماشت التول هيأت. وهحطهم فيها زي السرة كده واربطها. واعمل لها في يوم كده وجوها. بس هي مكوومة على بعضها طبع. هلم ده كله. لان انا لسه عندي شوية طوم تاني هلم برضو كله. بس انا جبت لكم كيلو. بقول لكم انا بطلع منه البوضر. طلع منه للسمك. بطلع منه المفروم. المفروم اللي بنعمله للأكل والطبيق. زي ما انتو عارفيني البقى مية بقى والمراهية والحاجات الجميلة. وبعد كده آآ عملنا السمك. عملنا ده حطينا مالح هنا بس. على الكيلو اربعة معالق. ونحتفظ به في الفريزر وازاي بنستعمله بدون اضافة زيت. ومن طلعوش من الفريزر خالص عشان يبقى صحي مية في المية. وهي دي ما عليش انا رغيت كتير في التوم. ايه عشان اقول لك كل حاجة عن التوم. هنا البوضر وهنا بتاع السمك وهنا ازاي ايه بيبقى صحي ازاي? وازاي بتضيف ايه? ايه حاجة واحدة بس. الهنا بنضيف الملح في التوم الناشئ البوضر بنحط شوية بقسمات مجففينهم في التصم. وبكده يعني اكون انا فعلا طولت عليكم كتير قوي. اه بس اه قلت لكم كل حاجة صحة عن التوم. اه وانا جيبته متقشر جاز عشان انا كنت هتكلم كتير فمش عايزة كمان اضيع الوقت. وقول لكم بنقشرها ازاي? طبعا كلنا عارفين بنقطع الرأس وبنقشرها ازاي? بننظفها ازاي? وزي ما حضراتكم شايفين. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم من فيديو بتاع التوم. وفرصة ان التوم موجود. ما بتتأخريش في عمل التوم لان كل ما هينشف هيضيق في الفرن. لان هو دلوقتي معقول جدا. والفصوص واضحة وجميلة. وهتستفدي من القشرة الطرية اللي بره رأس التوم. والقشرة الخضرة. والقشرة اللي بنعملها بودر. لكن لو عايزة تخزينيه بقى بالروس وكده. ممكن تنتظر عليه شوية لغاية ما يجف. عشان تجيبيه وتخزيني ببيتك. اه واحتمنى يا رب ازا كنت افتج بفكرة او معلومة. اتبخلوش علي بالسرك في القناة. والله يكون شير. تحياتي عزة السلام.